من ما خرج به هذا الاجتماع يعني البعض وأنا منهم توقع أن يكون اجتماع تصالحي لبدء صفحة يعني جديدة في كرة القدم اليمنية بإلغاء الهبوط الهبوط اندية الثانية الدرجة الأولى اندية عدن وإيضا يعني التوافق على كثير من المسائل الخلافية لكن للأسف يعني أكد على العقوبات السابقة الاجتماع وأيضا مواقف مختلفة متصاعدة طبعا في البداية أوجه كلامي للأندية التي دعت إلى أقد اجتماع مثل هذا من فترة طويلة طالبت الاتحاد اليمني بالقدم بأقد الجميع العومية لمناقشة أوضاع الكرة اليمنية وتثبيت الموسم وإدارة المباريات والاتحاد يوضح لها من فين توصل له المبالغ كان التقرير مالي وإداري وشفافيه فكان ما مفروض أنه الاتحاد اليمن يدعو لهذا الاجتماع في فترة سابقة ولكن أتى متأخر أفضلا لا يأتي فكان مفروض أنه جميع الجميع من يشاركوا في هذا الاجتماع سواء عبر الزوم أو بالحضور المهم أنه المناقشة الكرة وإخراجها من الوضع اللي هنا فيه طبعا الاتحاد يمني حدد نقاط في مذكرته ولذلك نحن استعدينا وحضرنا للاجتماع هذا لمناقشة النقاط النقاط واضحة في مذكرة الاتحاد سواء اللي فيه أرسلة الأندية النشاط الداخلي والخارجي نعم المناقشة الدوري العام مناقشة النشاط الداخلي والخارجي ما يستجد من أعمال ما فيش شيء زي ما روجت بعض الجهات أو بعض الرياضيين بأنه الجميع ستعقد لتجديد الثقة وأنه الاتحاد دعاهم لهذا الاجتماع حدد هذه النقط ولكن فيه من وراء الكواليس بأنه سيكون تجديد الثقة للاتحاد هذا الكلام ما فيش أولا لو أردنا لو أردنا أن تكون هناك تجديد الثقة أو انتخابة جديدة أولا الدورة الانتخابية تبدأ بالأندية ومن ثم وأفروع الاتحادات وهؤلاء يرشوحوا الاتحاد العام هذا بالنسبة لهذا الموضوع طيب ألم يطرح من بعض العضاء الجمعية العمومية مسألة طيل الماضي والبدء بصفحة جديدة من أي عضو يعني من الستين اللي حضروا طرح من بعض العضاء وأنا منهم من طرح هذا الموضوع بالذات يعني ما هو الرأي اللي طرحته الرأي اللي طرحته بأنه نبدأ صفحة جديدة صفحة جيدة وإذا كان هناك أندية تقاطع وأندية تصدر بيانات وأندية تصدر منشورات على رئيس الاتحاد اليمني في القدم الشيخ حمد صالحيسي أن يتواصل معهم شخصيا لأنه شخصية اعتبارية ولثقة له وسوف يتجاومه مع الناس ولا يكون المراسلة عبر هذا الأندية التي سوف تقاطع أو تريد تأجيله أو أشياء أخرى فيكون مباشرة اتصاله معهم وعلاقته فيهم جيدة وممتازة جدا والكل يحترنوا الشيخ حمد صالحيسي فيكون مباشرة معهم لإستدعاهم لطاولة واحدة على أساس أنه لماذا المقاطعة كيف ترد على من قال أنه هذه القوامة اللي حضر في القاهرة أول اللي يشارك كلهم تحت عبائة الشيخ حمد 60 يعني معظم هم أعضاف الاتحاد أو أعضاف اللجان وهم مندوبين أندية من عام 2014 هذا يطرح هذا مش رأيه هذا ما يطرح من الجانب الآخر إنه وكانه يتحدث مع نفسه بالعكس التحدي الملكة القدم حدد برسالته هو دع الجمعية حمية كاملة ما عدى المتوفيين والأندية عندنا مدرب باشا بيل الله رحمه هو الذي توفى وتم تبديله بمدرب آخر الأندية التي توفوا منها المندوبين غيروهم والدعوة كانت لجميع الأندية لأنه أرسل الرابط أرسل المذكرة هذه اللي منتحدث جميع الأندية وجميع الجميع العمية كامندوب عن التلال بحسب ما وصلنا بأنه الكابتن شهر المحفوظ على عيننا وراسنا لأنه نوضح نوضح لأمور نوضح لأمور نحن في جلسة عادية تم السفسر عن هؤلاء اللي تم التغربة فسألنا الأمين العام يعني قبله أيوة قبله تم إرسال الرابط حسب كلام الأمين العام وما وضحه الشيخ أحمد في مقابلته بأنه تم إرسال الرابط للكابتن شهر المحفوظ ولم يحضر وتم قبول ذلك كون الأخ عبدالجبار صلى الله عليه وسلم كان ممثل للتلال وتم يتغربه ومجمد فتم قبول الكابتن شهر المحفوظ لم يتواصل وهو يمكن يسمعني الآن ويمكن يوضح